موسيقى يهاجم فيروس العواز المناع البشري جهاز المناعة ويدعف قدرته على الدفاع ضد الأمراض وبعض أنواع السرطانات أما المرحلة المتقدمة من العدوى بفيروس العواز المناع البشري فهي متلازمة العواز المناع المكتسب أو الأيد التي قد تستغرق فترة تتراوح بين عامين وخمسة عشر عاما لكي تظهر على المصاب وينتقل الفيروس عن طريق الاحتكاك بسوائل البدن من المصابين بالعدوى مثل الدم وحليب الثدي والمني ومفرزات المهبل ولا تنتقل العدوى عبر المخالطة المعتادة في الحياة اليومية مثل التقبيل والعناق والمصافحة والتشارك في الأشياء الشخصية وفي تناول الطعام وشرب الماء يمكن كبح جماع فيروس العواز المناع البشري بإعطاء توليفة من الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية والتي تتكون من ثلاثة أو أكثر من الأدويات المضادة للفيروسات القهقرية هذا العلاج لا يشفي المريض إلا أنه يسمح لجهاز مناعته بتعزيز قوته واستعادتها من أجل محاربة الأمراض ويتعين على المصابين الالتزام بالعلاج وإلا استفاق الفيروس من مكمله والأبحاث الجارية اليوم حول كمون الفيروس قد تكون المفتاح لفهم كيف يتجدد هذا الفيروس وتطوره